عزائلين مشاهدين أهلاً لكم مجدد ترحيبي في ضيف للستوديو أستاذ أسامة داليل رئيس قسم الشؤون الدولية المجالة مصحيح مصحيح خالص أنا لا أدافع عن حد ولكن أنا همني المبدأ الكبير طيب النهاردة إحنا جبنا كل واحد مدّ ييده على الأولاد دول وعلّقنا عنا مش نقا هل ده ضمانة في حد زيته قال لي يتكرر ذلك تضمن منين بل الضبط أضمن منين ولذلك صح فكرة العدالة مش القصص العدالة مش الثقر لازم نخب بالنا من المفهومين دول لأن كلمة الثقر والقصص ده كلام سابق على وجود الدولة ووجود القوانين ووجود العقد الاجتماعي بتاع الدولة الحديثة الغوغائية الغوغائية حق بقى أخده بإيدي عم بعين وسن بسن لا أصبح فيه جهاز يعمل ده الجهاز ده اسمه مؤسسة القانون ولما نبقى قدام دستور جديد يعني قدام عقد اجتماعي جديد في العقد الاجتماعي دي لو فيه خلل هنبدأ نشربه ألف سنة جاية عشان كده هذا الدستور لابد أن يكون واضح فيه وضوح مطلق تجريم كل أشكال التمييز بحيث لو وقع الجريمة على أساس مذهبي أو طائفي أو على أساس التمييز ضد جماعة وطنية متدينة ضد أخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بإيدي حاخد العدالة ماينفعش ماينفعش لابد أن يكون الدستور الجديد ضامن للعدالة بين كل أفراد المجتمع بصرف النظر عن دينه أو عن جنسه أو أول آخره وبالتالي هي وده اللي أنا بتكلم فيه أنا بتكلم في العمق بتاع القضية لأن انت لو قفت بس عند ما سفيره طب والله قبل ما سفيره حقه فين سيادتك مش مهتم بجزء السطحي قد مهتم بعمر بالضبط طيب والكنيسة القدسين ما أنا بقولته هو هو دمي ده غير دمي ده ما هو هو القضية واحدة هو اللي راح قدام ما سفيره زي اللي راح قدام الكنيسة القدسين وليه دايما بذكر القدسين لأني بنفسي بنفسي حققت في كنيسة القدسين الحادث حصل يوم سبت الحد فجري لحد كنت قدام الكنيسة القدسين وأفتكر في اليوم ده القدسة اتأخر عن معاده أنا فاكر زي ما أنا فاكر مبارح واكتشفت حاجات مرعبة في هذا اليوم بمعنى كلمة مرعبة بما في ذلك أداة تنفيذ الجريمة كانت أداة ذكرها مرعب ولكني كتبت ونشرت وطبعا كان النظام السياسي في هذا الوقت دخل في المحكاية تانية لحد ما خلاص ما اسألتم ما انتهت خليني أتكلم حوالين فكري ترجمة نانسي قنقر 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 المحامين سواء المسلمين أو المسيحيين علشان حتى لو هذه القضية اللي هنفجر بها الملف الكبير ليه لا فلتكن قضية شهداء مسبيرو هي الأساس اللي هنرتكز عليه في تفجير قضية العدالة فيما يتعلق بالكنائس وحرية العقيدة والجماعة الوطنية المسيحية واحترام المواطن على أساس من مواطنته وبمنتهى الإحساس بالمسواة دون تمييز ما بين مسلم ومسيحي نروح بقى لتدعيات أزمة الميزانية الأمريكية على المجتمع الأمريكي خاصة وإن الأزمة طالت مجال الدفاع أيضا طبعا هو في الحقيقة إن الأزمة دي ليها مقدمات أمريكا فيها سيستم الأول بس نحط في دماغنا أمريكا أعيش في دماغي الأمريكاني أمريكا فيها سيستم والسيستم اللي في أمريكا فيه أحيان كثيرة جدا بيغرق المجتمع الأمريكي لأن أمريكا عندها مصيبة البيج بيروكرسي البورقراطية الضخمة اللي موجودة عندهم هناك وحكاية الميزانية الفيدرالية وميزانية الولايات دي برضو قضية تانية لكن حصل حاجة غريبة جدا مع بداية وجود أوباما إنه الإنفاق العسكري زاد أول ترمي الأولاني بتاعه فترة الأولانية بتاعه ثم في الفترة التانية ابتدى يتراجع شوية الإنفاق العسكري أنا ما بصش أنا عن الإنفاق العسكري بمعنى لا في حاجة اسمها التجمع العسكري الصناعي دي مجموعة مصالح ضخمة فيه كمان مصالح شركات النفط العملاقة فيه اللوبي الصهيوني فيه اللوبيهات كتيرة اللوبيهات دي الناس بتشتغل من الضر لرسم السياسات العامة وتوجيه السياسات الخارجية وحاجات كتيرة أوي 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 والصراع ما بين الجمهوريين والديمقراطيين برضو حتى يعني هنا أو هنا حتلاقي اللوبي ده موجود طول الوقت تفاعلات كتيرة أوي أوي حصلت منذ أن أخطأ أحدهم في أنه ييجي عند الحساب الختامي ويزبط الورق ييجي على الورق ويزبط الورق فوصلنا الأول أزمة الرهن العقاري حرجع الناس بقى الورق حد فاكر أزمة الرهن العقاري والدنيا بزت في أمريكا واقتصاد الفقاعة الناس الظهر الزكرة بتضيع طيب جاه أوباما وورس هذا الوضع وتعامل معاه ثم فجأة ابتدأ يتكلم على سياسات التحفيز وتقال عليه إيه شغل الشيوعيين اللي أنت بتعمله ده وبعدين عمل معركة عشان قانون التأمين الصح وكان عنده معركة قريبة عشان قانون السلاح وخلي بالك أنه ثقافة حمي السلاح في المجتمع الأمريكي دي مسألة مفاش هزار ومنتج السلاح ومنتجي السلاح كانوا أكبر المتضررين وكانوا أكبر الناس اللي عكسوه في قانون السلاح النهاردة بقى تواطأت عوامل عديدة على أوباما علشان الجمهورين يخلصوا عليه بالمعنى الحرف للكلمة خلينا نتكلم بقى بالبلد كده لأننا عارف شايفني ناس في أمريكا وشايفني ناس في مصر أوباما غلط كم غلطة كاد منهم غلطتين صعب قوي قوي أنه يغسل إيده منه واحد الفلوشة اللي إدها للإخوان المسلمين في مصر مش هيعرف يغسل إيده من المبلغ أبدا مبلغ كبير يا أستاذ أساني مبلغ كبير بس في مبلغ تاني اتكشف عنه علنا في إبريل الماضي بالزبط 14 إبريل الماضي إخواتنا اللي عاديين في المهجر في أمريكا يقدروا يفتحوا أرشيف الواشنطن بوست بتاريخ 14 أربعة ويدوروا على ستوري كده كان مصدره حلب في سوريا القصة الخبرية دي كتبها مراسل للواشنطن بوست كان دخل حلب وكشف عن 385 مليون دولار دعم لجبهة النصرة من أمريكا الفضحة جبير قوي قوي وغسل إيد أوباما من الحكاية دي ما هي السهلة اتنين أوباما عندهم ستين المصيبة الأولى شبهت أنه مسلمين التانية النوسود وخلينا نبقى واضحين أن المواطن الأمريكي يعني الواسب الوايت أنجلوساكسوني بروتستانت الأبيض الأنجلوساكسوني البروتستانتي عشان نبقى واضحين فدا سود وعارف النوسود فعايز يعمل فيه أبيض ونص ما هي عقدة خلينا بس نتكلم الكلام اللي أنا عارف أن إخواتي في اليونيتي ستاتس سامعينه وفهمينه وعارفينه وعشان المواطنين في نصر يبقى فاهم مصر اللي خلصت على أوباما على فكرة والتنظيم بتاع الإخوان المسلمين هو اللي خلص عليه وحكاية الإسلام السياسية اللي خلصت عليه أوباما وأنا أتحدث من الشاشة دي قدامه بكتير أربعين يوم ويغلط غلطة تانية آه غلطة فاتحة وفاحشة احتمال أن يلجأ للمادة خمسين أو للفصل خمسين من الدستور الأمريكي بتقول إيه المادة؟ المادة دي حيعلن بموجبها حالة الطوارئ طوارئ؟ أي واه ما عادش عنده وديل وقوف المصالح الحكومية والتعطيل الجزء ده وقفل مصالح حكومية معناها عجزة عن إدارة البلاد وهنا في حالة في حالة في المادة دي إيه اللي يحصل لو الرئيس عجزة عن إدارة البلاد؟ لسبب إيه أو إيه أو لأسباب أخرى؟ فدي دخل بقى في الأسباب له إن استخدم هذا الشابتر شابتر خمسين من الـ اسكون استيتيوشن يبقى راح الله يلخم واحتمال يغتال كمان؟ وهو كده كده أغتيله سياسياً قبل ما يحصل له المصيبة اللي أنا بتوقع حاله لأنه الجمهوريين رسموا له الفخ وهو بغداء نادر وقع فيه خلاص سيادتك تتوقع له إيه؟ ما فيش ده حل لأنه هو دلوقتي إنت لازم تاخد بالك إن المسألة معقدة أنا عندي دين كبير جداً في أمريكا وهذا الدين فلكي والدائن الأول بتاعي هو الصين الصين هي الدائن الأول لأمريكا الصين اه اتنين إنه الدولار تم تزييفه بكسرة في الشرق الأوسط وفي العالم والدولار عملة الغطاء الزهب بتاعها ما هوش باين أبداً هي بتخلق لنفسها قيمتها من خلال العرض والطلب وفي مطابع ما اللي بتتضعه على فكرة مطابعة دي مطابعة خاص بالمناسبة عائل مطابع الحكاة كلها ورقة والورقة دي بتوجد لنفسها قيمة من خلال العرض والطلب في العالم النهاردة بيطلع ورقة مئة دولار جديدة بعد ما ورقة المئة دولار دي ما تهنت قوي في العالم كله حاطت فيها شريط بضمانات جديدة وبلون جديد وبتاع والمسألة حتاخد احتمال شهرين على ما يتسحب من أمريكا ذات نفسها على ما يتسحب المئة دولار القديمة وتنزل الجديدة وسنتين على ما تبتدي العملة دي تمشي في العالم خلال السنتين دول المئة دولار اللي احنا مسكنا في دينا حتبضى شغالة لكن دي فيها ضمانات أكتر لكن مش معنى كده أن غطاءها نغطيها بصحيح يعني أوروبا أقول لك أوروبا عندها ستين في المئة من دهب العالم وتستطيع في أي لحظة أنها تقول أن اليورو أعرف قويمه بالدهب لكن هم بلعبوا نفس لعبة الدولار عشان كده دي مصيبة منطقة اليورو دي المصيبة بتاعت منطقة اليورو لكن الدولار فالأزمة أزمة الدين العام اللي عمال يتفاقم ويوصل لأرقام ابتدأت تاخد بقى إصفار غريبة ومش عارف فيه مشهد دايما كنت بشوفه على الشاشات الأمريكية في حاجة كده عملة زي الساعة عملة تقول الدين بتاعنا عملة يتزايد إزاي وصلت بقى سيد للحطة السد من ناحية لابد من تعالية سقف الإقراط ولابد إن تدفع التزاماتك ويا إمه فالجمهورين قال لك مش هنقدر بها هي غرقة بغرقة أنت كده غريقت كده غريقت والعملية فيها عند والعملية فيها نوع من أنواع زي أنا ما قلت في حاجة كده لها علاقة بإنه سويد ولها علاقة بإنه قلت في حاجات كده ده غير توروته ده غير ملابسات كتير ملابسات كتير جدا ده غير أن هناك الكثير من جماعات الضغط اللي بقت مستيقاة بما فيها التجمع العسكري الصناعي وأنت فكرك رجوع عن ضربة سوريا هتعدي ده كان في حسابات فيها أرباح كبيرة جدا لمنتجين سلاح كان في حسابات حسابات أجهضت حاجات كتير حاجات كتير قوي فالموضوع ما يتخدش لو الخفة اللي إحنا واخدينها في مصر ولا أيضا يتخد بالزفة اللي معمولة في الصحافة الأمريكية الصحافة الأمريكية عادة بتبتدي تتعامل مع نيوز على أنها أي نيوز ماها كان خطر مع الوقت بتحمل نيوز بتحول النيوز ده إلى انترتينمنت بتحول إلى ترفيه إلى حكاية نفضلين أني مدوغها وبعدين تطلع حكاية تانية نروح في الحكاية تانية وننسى الحكاية الأولانية خالص وبعدين تطلع حكاية تالتة يا الله بينا ما هو الإعلام في أمريكا ده ده شغلانا كبيرة ومن الغريب أن هذا الإعلام هو الذي يقود هذا المجتمع إعلام قوي وقائد وقادر على أن يسوس بمعنى كلمة يسوس هذا الخليط من الثقافات والأجناس وووو والأخير آدر لكن حريص على أنه ما يبقاش في زاكرة أن الزاكرة تتمسح أول بأول عشان كده لما أقول دلوقت الرهن العقاري نفضل هنا نرعد نفتكر إمتى 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 يا سلام ده كان قريب أوي ما كانش بعيد يعني لدرجة الرهيبة دي خليني أقول أنه ما يحدث في أمريكا يعني أنا عايز أقول للمواطن المصري كده بالبلدي بالفلاحيني يعني احتمال يا جماعة في خلال 40-50 يوم تسمعوا أن فيه واحد أمريكان يماشى عام المظاهرة بيقول يسقط يسقط حكم العذكر ممكن آه والله ممكن تحسن ما تستغربوهاش ما تستغربوش لو لقيتوا أمريكا وقع في حيص بيص بطريقتنا احنا مصريين وحنعدوا حنفحك كتير وخلي بالكو أن طول التاريخ المصري من أيام الفرعنة لحد النهاردة عمر حد جاه عليك وما تعاقبش في شيء إلهي في المسألة في شيء غيبي متافيزيقي في المسألة عمر محد ما جاه عليك إلا أتعاقب لازم يتعاقب وده مش جاي على مجتمعنا وبس يا رجل ده من يومين ثلاثة نشرت الأهرام في الصفحة الأولى نقلا عن أفتكر كان شيكاغو تايمز أو شيكاغو تريبيون مش فاكر جورنان عن راجل المساعد رئيس الأركان السابق واثنشر صفحة أولى أن أوباما كان مخطط لمصر والبحرين الاتنين يفجروا أمبلة كبيرة البحرين تفجر الأمبلة التي تستدعي تدخل الأسطوليس خامس في منطقة الخليج ومصر تستدعي الأسطول السابس ويتم إحكام السيطرة على هذه المنطقة بينما المجود الحرب الرئيسي لالبنتاجون وللعسكرية الأمريكية منطقة الباسيفيكي هم خلاص عايزين يشيلوا رجليهم من الشرق الأوسط جابت لهم واجعنا فوق كبير وإنفاق كبير مردود وما خدهوش الأمريكان خدهو الأوروبيين ده تضحك عليهم طيب يعني أنا بشرحها للمواطن البسيطة طبعا أعقد من ذلك وأنا استطيع أن نحن نتكلم فيه بكل كالتاعة إنما أفكيته خالص عشان يفهمه أولاد البلد ناس تسأل هل مصر ليها علاقة باللي بيحصل في أمريكا؟ 30 يونيو بتاعتك ده عملت نصيبة كبيرة ليه بقى؟ كان فيه حسابات اتعملت حسابات حقيقية أشرحها عشان يبني البلد يفهمها فاضل من سنة 96 شوفوا من إمتى؟ نشأ فكر جديد في أمريكا الفكر الجديد اللي في أمريكا ده اتعمل به وثيقة اسمها الأمريكان سانشوري ده خرجت من معهد أنتر برايز مجموعة مفكرين ومثقفين بصوا كده قال لك أمريكا معادش لها منفس تحادسوا فيه تمشي وعندنا فوائض وفوائض في السلاح وفوائض ماليات نعمل إيه بالكلام ده؟ وزي نضمن إن القرن اللي جاي ده يبقى قرن أمريكي بامتياز ومش كده وبس ومش هيمنة لأ وإن إحنا نضمن عدم صعود قوة جديدة في وجه القدرة الأمريكية في العالم ينبغي أن يكون القرن الحادي والعشرين كانوا لسه بـ 96 في نهاية القرن العشرين نشهدنا ألفين بزا كنش لسه وصلنا حتى ألفين دي جاتوا معا حاجة مرعبة حاجة اسمها أزمة الصفر آه شفت شفت الزاكرة احنا زاكرة اسمهاك أصلنا ما بنفتكرش أبدا فلأ القرن اللي جاي ده لازم يبقى قرن أمريكي بامتياز ووقعت هذه الوثيقة من قبل هؤلاء المفكرين الكبار والخبراء الكبار مين اللي وقع على الوثيقة دي سنة 96 أسماء حتبشعك ظهرت كلها بعد سنة ألفين دونالد رامسفيلد كوندوليزا رايس دوجلس فايف ريتشارد بيرل لا 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 أسامي مش طبعية كلها بعد ألفين وألفين واحد ها أصبحت هي الأسامي اللي ملء السمعة والبصر تخيل سنة كم؟ ستة وتسعة طيب إيه علاقته بينا في نفس السنة طلع حاجتين حاجة اسمها الكلين بريك بوليسي ودون الناس بقى بيفكروا في أزمة الشرق الأوسط وفي أزمة إسرائيل وابتاعه قاله عشان بس نزبط بقى مملكة الرب في إسرائيل دي عشان ده بقى الألفية الجديدة إن شاء الله احنا عايزين الألفية الجديدة دي تبقى الألفية السعيدة لابد بقى من تضبيط مملكة الرب في أورشالين وبالتالي ما فيش حاجة بقى اسمها إيه اتفاق سلام مع الفلسطينيين فيش كلا مفرد من ده تترمي في الزبالة شفت تترمي في الزبالة كل اتفاقات السلام بما فيها أسلو احنا ستة وفيسعين أصله كان كام يعني ما كانش بقى الوقت ما فيش ما فيش كلام فارغ من ده ما فيش حاجة اسمها الأرض مقابل السلام السلام مقابل السلام حتديني بضاعة حدك بضاعة حتديني فلوس حدك فلوس إنما الأرض مقابل السلام لا يا حبيبي ما فيش فلوس قدام بضاعة واستقر الفكرة على كده الحاجة التانية راجل جنرال أو قول هو عقيد في الوقت ده وما كانش تقاعد كان لسه في المخابرات مخابرات البنتاجون اسمه رالف بيترز عقل دماغ جميلة قوي 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 وهو من أصول ألمانيا على فكرة عمل حاجة اسمها البلاد بوردر أو حدود الدم قال الشرق الأوسط ده عمل لنا مشكلة بسبب الإنجليز والفرنسويين اللي ميسكوا وكان الروس معهم على فكرة في سايكس بيكو هو يا سايكس بيكو وكان في حد روسي ميسكوا كده مصطرة وقلم وراحوا رسمين حدود سياسية اتخدم مصالحهم أنا كأمريكا وأنا داخل على قرن جديد الخريطة دي تنفع مصالحي الإجابة كانت لأ لابد من خريطة جديدة وعشان تتحمل خريطة جديدة احنا مش هنجيب قلم مصطرة بقى ونغلط الغلطة الهابلة بتاعت الناس الأدام ده احنا حنطلقهم على بعض عشان كل واحد بدراعه يعمل حدوده بالدم قدي حدود الدم الدرزي يعمل لنفسه واطن القبطي يعمل لنفسه واطن النوبي يعمل لنفسه واطن ما انت عندك ليبيا ليبيا جاهزة تلت دول جاهزة جاهزة مصر كان مفروض يعمل لنفسه أربع دول بما فيهم ان السناء دولة بدوية وعلى فاكرة أول واحد فاكرة في حكاية دي كان موشي ديان على طول بعد 67 مباشرة لا الموضوع أصلي لو جزور لو جزور لو جزور ما فيش حاجة بتطلع كده فجأة ما فيش حاجة طالعة من العب لا كل حاجة ضربة بجدرها في الأرض بس مين عنده زاكرة مين ملكز بس بشغله 96 كانت سنة خطيرة للغاية احنا كنا بنعمل ايه 96 بسدقة كان عندنا مشكية إرهاب احنا مخلصناش من دهلة سنة 97 كان عندنا مصايب بقى وكان عندنا وحسني مبارك مش كانت ضرب في أسيوبيا وكان فيه مهرجات كتير بسدقة 96 دي كانت سنة غريبة واحنا ولا احنا هنا المصريين بيدفعوا دم قلبوهم في تعليم عيالهم الإنجليزي معرفش ليه وكل الكلام ده ما تقراش وكل الكلام ده ما ترجمش وكل الكلام ده ما تنشرش في الجرائق قولي بس المصريين بيصرفوا دم قلبوهم على تعليم عيالهم إنجليزي ليه والناس طواعية طيب اي لغة المصريين فيهم حب تعلم اللغات حاجة عجيبة حاجة مش موجودة في المجتمع الأمريكي في المكاسبة مش موجودة في مجتمعات متقدمة كتير حب تعلم اللغات حتلاقي الظاهرة دي غريبة في شعب المصري وبيصرف دم قلبو على التعليم طبعية ويبيع الهدمة اللي عليه عشان يعلم ولاده إزاي برغم كل ده ما انتبهناش سنة 96 ثم جاء جورج بوش الصغير جورج دابل بوش بحكم قضائي كانت قفلت ده دخل الرئاسة بحكم قضائي ما خدش وقت كتير لحد ما حصلت المصنبة كبيرة في 11 ستمبر عشان تتشكل عقيدة جديدة بقى الدكترين من ليس معنا فهو ضدنا وابتدنا نتحرك وابتدت خرايط تترسم وابتد الفكر ده كله وابتد يفعل ذاته وفجأة نجوم هزي المرحلة كوندوليز رايس دونالد رامسفيلد الدنيا دي كلها الدنيا دي كلها ريتشارد بيل دا كانوا نسمينه أمير الظلام ده الراجل دماغ استخباراتية حكاية كبيرة ده أسماء كبيرة ده كان من ضمنهم يعني أساني تورطت فيما بعد في شوية ألعاب ما فيش داعي لأن القيمة كلها في ذهني زي ما أنا شايف حضرتك إنما خليني في الأساني اللي كتير كتير من المصريين تتعامل معها وكتير من الجماعة اللي موجودين في أمريكا يتذكروها جيدا جدا 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 أنت مستهدف بالتقسيم التقسيم ده لخدمة استراتيجية الأمن القومي الأمريكي لخدمة القرن الأمريكي لخدمة أهداف أمريكا أمريكا في هذا العالم تريد ألا تكون هناك قوة صعدة تنفسها ولذلك أهم تنين منافسين أهم تنين رايفلز الهند والصين الصين مستهدفة من مدري تخفيض العملة مش حنخفض تخفض العملة مش حنخفض رغم أنه الدائن الأول لأمريكا ومعراكة لتخفيض العملة الصين قوة بتشتغل بالراحة بمزاج مش عايزة رجلين عسكرية ها عسكرية ده الأغبائر لهناك إنه ما إحنا منلعبش اللعبة دي إحنا غزينا أفريقيا كلها بشوية منتجات جات بقى حكاية ضربة ليبيا علشان تطرد الصينين واستثمراتهم من أفريقيا كلها ده اللي حيفصر لك الصين ليه وقف جنب سوريا يعني الناس اللي مش فاهمها تفهم ليه روسيا والصين وقفوا هنا في الشق الأسياوي لأ عند سوريا وقف ليبيا مش هنلعب اللعبة دي كان ألعاب 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 وألعاب استراتيجية وألعاب لها أفق والمواطن الغلبان يعيني اللي عمال يسمع عن الديمقراطية بتاع أنت يبني تسلب منك ديمقراطيتك وحريتك وكل حاجة وبعدين هي مفوق نفوق شوية حركة احتل والاستريط راحت فين فاكرها دي كانت شيء طالع يقول لا كفاية كده بقى كفاية امتهان لحقوق الإنسان كفاية ظلم وزل عايزين العدل الاجتماعي تخيل أنت تعرف أنه من ضمن التهديدات القائمة وليست المحتملة الآن على الأمن القومي الأمريكي من داخله أنه يبقى فيه شعيين يخفزوا على السلطة أنه يبقى فيه عسكر يخفزوا على السلطة أنه تحصل أي شيء مش طبيعي أن يغتال باراك أوباما أنه ما يكملش مدته لأي سبب من الأسباب أنا أعلم أن اللي شايف من دلوقتي فيه الولايات المتحدة عارف أنا بتكمل في إيه بوضوح وعلى ذكرة الحكام مش في دماغ أمريكا وبس ولا في دماغ أوروبا العقل المصري والعقل العربي أيضا هو عقل شغال ومش هما بس اللي عندهم محللين معلومات هنا برضو فيه فيه أدماغة وفيه أدماغة في الكون كله قاعدة وبتحلل مش لوحدهم الأمريكان في الكون مش تصفير في الظلمة أمريكا دي لا العالم كله متربص ومستني هذه الإمبراطورية الغاربة فعلا اللي ما تعلمتش درس روما القديمة أبدا ولو غلت الغلطة دي يا أستاذ 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 دا قلتلك هتحصل كارثة وأنا بتكلم في 40 يوم 45 يوم أنا مش بتكلم يا أستاذ في سنتين أنت بتكلم في سهرين مثلا أنا بتكلم في المدى المنظور اللي وقف قدام عينيك دي أنت دخلت في حتة سب ديد لوك وقفت حتة قاسية والحتة القاسية دي أصلا كان تراب كان في أمبوش حاجة عملت لك بقى علشان تقع فيه أمين أو مصياد خلاص تم صيدك فيه سياسيين في أمريكا كانوا مبدعين أوي أوي وملهنين جدا وعندما نقرأ سيارهم ونقرأ اللحظات اللي خدوا فيها قرارات عظيمة في الوقت كانت لحظة تحدي كانت لحظة ضغط كانت لحظة استفزت ملكاته وبالتالي هذه القيادات علمت ونورت في تاريخ القيادات في أمريكا وأصبح لها بصمات في التاريخ الأمريكي وبصمات أيضا على الفكر السياسي والاستراتيجي في أمريكا إنما أوباما إيه كنا بناخد على جورج بوش الابن إنه غبي هو فعلا كان جواه غباء كتير إنما ده مصيبته أكبر من الغبي ده الغشين معه ده الكارسة الأولان هو الغبي الغشين هي المشكلة ومش شخص بارك أوباما الذي أتحدث عنه ولكني أتحدث عن هذه الإدارة أرجو اللي يفهم كلامي إن أنا رجل باخد موقف من الشعب الأمريكي هذه ثقافة وحضرة محترمة وهم يحترمون أنا أيضا وانظر إلى المسلة اللي قدام البيت لابيا عشان ترف أديه هو بيحترمك وأديه بيحبك حقا وأديه هو معجب بيكم وبهور بيكم بحضرتك وبالتالي أنا لابد أن أحترم ذلك ولكن الإدارات المتعاقبة كانت دائما تخطئ الخطأ ذاته مع الشرق الأوسط بالذات دائما دائما نصبتهم موجودة في الشرق الأوسط هي مصيبة جورجي بوش إيه غير الشرق الأوسط هو عمل نيلة إيه غير الشرق الأوسط حرب العراق التي دخلها وخرج منها من غير ما أعرف هو دخلها ليه وخرجها ليه أول تصرحات لأوباما قال إنه ديه حرب الغلط في المكان الغلط إحنا في العراق بالنيل إيه تورط إزاي في المستنقع ده كان لحد الوقت ده أوباما شايف بعد كده اتعمى نفس العمى ونفس المنطقة اللعنة هي هي ما هو لابد إن بوارك أوباما ده إذا كان متدين شوية أو عنده شوية دين إنه يفهم إن الديانات الساموية كلها هي المنطقة اللي إحنا فيها ديش حاجة من الاتنين يا المنطقة دي مباركة فعلا يا ملعونة فعلا ما تقربش من هنا هنا صعب روح يلعب في الصين روح يلعب في الهملايا روح يلعب في أي مكان يعجبك في الميانمار مكان ما يعجبك روح يلعب عند شب الجزيرة الكورية روح في منطقة الباسيفيك لإن دي فعلا مسألة أمن قومي أمريكي إنت عندك تنافس صيني عندك مشاكل إنه ببلاش الشرق الأوسط دي لعنة محد الصوابع جات هنا وما تحرقتش هل هما بيعتبروا إنه هما نجحوا في تقسيم الشرق الأوسط؟ ده هو مش نجح في التقسيم هو نجح في التحفيز إنه يخلق مومنتم إنه يخلق بس لحظة بالصفت اللحظة بتاعة الحبس لإن بعد كده مفروض إن التفاعل هي كندوليزا رئيس صاحبة نظرية الكرياتف ماس أو الفوضى الخلاقة هي ما جابتش شيء جديد النظرية دي موجودة جودة موجودة ولكن هي نظرية بس عايزة عايزة شرارة الأول يحصل استقطاب حد ماشي يبقى المسيحي الديانة والمسلم الديانة كل واحد فيهم ديانته تبقى وطنه أو يحسب علاقته بالوطن على أساس من دينه زي إسرائيل بالزبط مع إن في العادي ولقوا الأول وطنه وبعد كده على أساس أن هناك قوميات أو أن هناك مش كده المراد المنطقة دي مسألة القوميات فيها مش بينها خالص لكن اللي باين فيها الدين الاختلاف هو ثقافي بالأكتر على سبيل المثال الأكراد لهم لغة في لغة كردية النبيين يا أخي لهم لغة ولها لكنتين الكنوز والفدكة يعني وهي لغة شفاهية غير مكتوبة تسحية في حضرات لكن ما كانش فيه تمايش كله كلم عربي التب يا عن حامة المسيحي اللي احنا دخلنا لإينابي يتكلم اللغة القبطية وهي لغة لها مفردات وأفتكر إنها ستة وعشرين أو سبعة وعشرين حرف كان منها ديموطيقي وكان من يعني لغة كله تكلم عربي يا أستاذ كلنا تكلمنا عربي كلنا صحيح؟ مش كده أقول له إيه؟ فخلص المسائل دي لا لأ أنا عندي بقى أعرف ألعبك بقى الدروز الدروز يبقى إيه؟ الشاركس يبقى إيه؟ الأكراد يبقى إيه؟ النوب يبقى إيه؟ المسيحيين الأرثوزوكس إيه؟ والكاتوليك إيه؟ يلا بقى نلعب يا رجل دا لبنان متخطط إنها تبقى 18 كانتون لبنان معمول لها تخطيط يعني إذن حيبقى فيه دويلة بحجم مثلا بحجم شارع عندنا هنا متخيل فهو بس لحظة الحفز خلينا بقى نمسك لبعض سلاح علشان نرسم حدود الدم علشان ما فيش بديل تامي وعلشان يفهموا الحكاية قالوا بصوا كواس على خريطة أوروبا وبص على خريطة الشرق الأوسط الشرق الأوسط معمول بمسترة لكن أوروبا كل الحدود كده مش شرشرة ليه مش شرشرة إنه حصل اقتتال أوجد هذه الحدود فبقى فيه حتة الجوه هنا وحتة الجوه هنا إحنا عايزين الشرشرة دي بقى في الخريطة الجديدة اللي موجودة في الشرق الأوسط كان هو ده المخطط الضرب ده تخيل في 30 يونيو صدق أو لا تصدق ليفت أورنات طيب سيادتك شايف مستقبل مصر إزاي شوف حضرتك أنت عملت قم بيلا جدير عوز خلاص أصبحت في سكة اللي ما فيش عودة ما ينفعش ما حدش ينفع عودة وبالتالي أي تراجع الآن معناها الانتحار فيش حال انت فجرت الأمبلة كبيرة بانتزاع ظاهرة الإسلام السياسي من جدرها اللي نشأت فيه انت ضربت أمبلة صداها جاب من أفغانستان للمغرب ومن تركيا والهيستيريا اللي احنا شفناها من تركيا إلى نيجيريا ومالي والصومار انت عملت قم بيلا ده الدوية بتاعا ما ينفعش ترجع يا كلوك ني نو واي نحن لعبنا في السياسة العالم انت لعبت في الدنيا كلها وسبب القلق اللي موجود في الاتحاد الأوروبي وألمانيا ألمانيا في حال الجنان وبريطانيا بتقول إيه وأمريكا في حاجة انت عملتها غلط انت لعبت مع الكبار لعبة كبيرة ومالك شرجوع ومش كده وبس لازم تواصل طريقك صح عشان هما بقى يعملوا adaptation يمشي نفسه بقى ويمشي حاله ويطور فكره ويشوفك كويس عشان يبتدي يعرف يلعب معك إنما لللحظة الحضرة هو عملي يقراك لأنه غلطة واحدة وحياك لك علشان كده اللي جاي في تقديري هناك سرعة الآن على الأرض الجماعات الإسلام السياسي بما فيها الإخوان المسلمين والجماعات الجهادية والتكفيرية المسلحة تريد ضرب عملية الاستفتاء اللي جاي الاستفتاء دا ما قداموش كتير على فكرة حتى بتكلف خمسة عربعين يوم يعني برضو هي هي نفس الفاتحة ما فيش يعني خلص عمري موسى بيعلنه الاستفتاء الاستفتاء شرعية جديدة عقد اجتماعي جديد الدولة المصرية أصبح لها أجندة استراتيجية الدولة المصرية في حالة فراغ استراتيجية الجامعات طيب الهدف احنا عرفناه وشوفناه النهاردة فريق استيسة طلع بيقول ايه مصر بتتعرض لحرب إعلامية الحرب في سوريا أصلا حرب إعلامية حرب صور image war وحنا عرفيه ان الحكاية كلها في العمليات النفسية عرفيه نحن نعلم ونتواطق عادي عادي دل الأستوات الأمريكان في حكاية وحكاية الانفوور والحكاية دي أستوات على فكرة اللي هم مش عايزين يفهموه ان احنا فهمين اللي هم مش عايزين يصدقوه ان احنا بنعرف وهي دي الكارثة لما يبقى انت عندك حاجة بنسمها prior image أو الصورة القبلية اللي انت شاهد بها الدنيا وده اللي بيخلق لك البيازو اللي بيخلق لك كل المصايب اللي بتفشل بها في الآخر الفشل الاستخباراتي رغم انك متقدم ومتطور بس حكاية بتعريفة كي بتخليك من انتش شايف الفيل اللي في القوضة فتفضل عمى طول عمرك فتخسر فتنهزي بس سيده سامة تحب تقول ايه في رسالتك النهاردة عايزة اقول ان المواطنة ماش منحة من حد ماش عطية لما اخزة ماش حاجة بالبلد نجب بيها على بعض وان الوطنية برهان مش مكلمة ماهانا كمان نفس الحكاية الكلام شو بلي لكن الفعل هو ده الموضوع النهاردة احنا بقينا قدام قضية المواطنة اللي بصحيح احنا مواطنين ولا احنا رعاية يا ترى هيبقى في عندي مواطن درجة اولى ومواطن درجة تانية في مصر الجديدة يا ترى الدم اللي راح ده كله حيفضل رايح برضو واحنا رعاية ومواطنين ما ينفعش احنا قدام مرحلة وايام محدودة نعرف فيها نرسم التاريخ اللي جاي القرون لتكون فاكر ان الحكاية لا ساب الوقت ضع خلاص والوقت بينفز مننا ولو ما انتهزناش الفرصة التاريخية دي علشان نكرس للمواطنة الحقيقية حنفضل طول الوقت النصارى والبتاع حنعيش العيشة السودة لي لقرون آتية اتصور انه انا الاوان ان احنا زي ما حدثنا دوية في العالم نحدث دوية في التاريخ نحدث دوية في المستقبل نحدث الدوية في الشخصية الوطنية المصرية اللي انا الاوان بقى ما هتخرج ما بداخلها من ابداع وانتاج وحضارة وعظمة مش عنف وفشل وإحباط اذا رسالة الاستاذ اسامة الدليل انعرضة الوطنية برهان استاذ اسامة كل الشكر ليك شرفتنا ونورتنا في نهاية لقاءنا لا يسعني سواء اشكر الكاتب الصحفي الاستاذ اسامة الدليل وبنبقى في حالة مختلفة الحقيقة لما سيادتك بتنقلنا لحالة تانية واكيد المشاهد برضو بيحس بنفس الاحساس في وجود سيادتك معنا كل الشكر ليك استاذ اسامة الدليل تسكس من الشؤون الدولية من مجلة الاهرام العربي شرفتنا ونورتنا عزيزي المشاهدين بكده نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا نهاردة برنامجكم نبط مصر بشكركم لحسن متابعتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة